اذكر مرة ابني الاكبر رجع كان في ثالثة ثانوية رجع من المدرسة وبوزه من دلدة لعشر اشبار. كل يا حبيبي. والله خمسة دقائق كده على ما يريح حبيبي كل بابا الله يخلي قلت لك ما بغا كله. طيب في شيء قال لا ما في شيء. سبته كده كمان خمسة دقائق حبيبي في شيء حاصل. تكلم. قال لي هذا مدرس الاحياء. يشبه مدرس الاحياء. قال لي اليوم يسأل سؤال. فرفعت يدي مع الناس اللي رفعوا يدهم. جاوب يا انس جاوبت. قال لي احسنت يا ابو خشم كبير. هذه المكافأة. فقلت له طيب. اذا تبغى تستهزئ من شيء. استهزئ بشيء انا سويته. اما تستهزئ بشيء ربي يسوى ما لك حق. قال هجم علي يبغى يضربني فما سكتله يده. قلت لنا ابويا ما يضربني. وانا مغلط عليك عشان تضربني. قلت برافو علي. قال يعني من تزعلان. قلت لا طبعا ما نزعلان. قال والله حسب تزعل. قلت لا بسط. هو دق الباب وسمعي الجواب. برافو عليك. قال والله العظيم لو أنا ماني ابن. قلت اقول لك. اقول لك. طوز فيك وبابوك. بلاش المصخرة دي لغاية هنا ونحن طيبين بلاش وكذا طيب. انت رديت بأدب ورديت بمنطق ورديت بعقل وعداك العب. لو جاوزت الخط الأحمر ساعة حزال. المدرس الحقيقة طلع إنسان يعني جيد الحقيقاء. بعدها بيومين جاهم في حصة فقال شوفوا يا شباب. أنا ليه ثمانتعشر سنة أدرس. ما في يوم اعتذرت من طالب. ولكن من أنس أنا ساعتذر أمامكم اليوم لإني أسأت إليه. سامحتني يا أنس. فقال له في ابن لا يسامح أبيه. طبعا سامحتك. سؤال الآن. كم في البيوت نستخدم السخرية والتوبيخ على ملأ. أمام الآخرين. كم. إذا أردتم أن توبخوا. طبعا السخرية مرفوضة. مرفوضة ما من عندي. مرفوضة من عند رب العالمين. القرار رباني. ولا يسخر قوم من قوم. هذه قضية ما تحتاج لي فصال. لكن التوبيخ إذا اضطررت إليه فليكن على انفراد. لا يوبخ أمام أمه. ولا أمام أخواته. ولا أمام أخواتها. ولا أمام أخوانهم. دخلوا. دخلوا للطفل أو الشاب أو المرأة. الغرفة. سكوا الباب. وامسحوا باللي خلفوه البلاط. ما يضر. لكن إيش حفظنا له ساعتها. حفظنا له كرامته. حفظنا له مع وجهه. فالسخرية والسخرية مرفوضة والتوبيخ له شروط.